السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي نحرق اي نسخة ويندوز على الفلاشة من خلال التليفون و من غير ما نعمل له روح في البداية نتكلم عن المطلوب منك عشان تقدر تحرق نسخة الويندوز من خلال التليفون اول بخصوص الفلاشة فانت هتحتاج مساحة الفلاشة حسب نسخة الويندوز اللي هتحرقها يعني مثلا لو هتحرق ويندوز سيفن او إيد بوينت وان فاقال له حاجة فلاشة اربعة جيجا اما لو هتحرق ويندوز تين او الفلاشة تمانية جيجا وبخصوص الو تي جي هتلاقي منه نوعين اول نوع يو اس بي طايب سي. وتاني نوع مايكرو يو اس بي. فانت هتجيبه حسب منفذ موبايلك. لو بالشكل ده هتجيب مايكرو. ولو بالشكل ده هتجيب طايب سي. وطبعا بتجيب الاو تي جي من عند اي محل موبايلات بتقوله انك انت عايز او تي جي وعلى حسب منفذ موبايلك. ننتقل دلوقت الحرق الويندوز على الفلاشة. اول حاجة هتحمل برنامج من توي من خلال جوجل بلاي. وان شاء الله هتلاقي الرابط بتاعه فيه الوصف. او ممكن تكتبه في البحث. بعدين هتدوسه هنا على تثبيت. وهيبدأ انه يحمل البرنامج. تمام بعد ما يحمل ويسبت البرنامج. هتدوسه هنا على فتح. وهيفتح لكم البرنامج بالشكل ده كده. هنا بيقول waiting for USB device. يعني هنا هو مستني الفلاشة انك توصلها. فانت هتجيب الفلاشة اللي انت عايز تركبها في الجهاز. وتركبها في ال OTG. وبعدين تركبهم كده في منفذ الشحن بتاع الموبايل. وهنا هتظهر لك الرسالة دي. ومضمونها يعني ان هو بيقول لك انك عايز تسمح لتطبيق بنتوي بانه يخش على الفلاشة. فانت اقول له موافق. تمام هو كده البرنامج ارى معانا الفلاشة اهي. ودلوقتي هنزبط اعدادات البرنامج بحيث ان هو يسبت البرنامج على الفلاشة ونقدر ان احنا نحط اي نسخة ويندوز على الفلاشة. دلوقتي اول اعداد هنزبطه هو اعداد ال MBR او ال GPT. هنا ده انت بتزبطه على حسب نوع الهارد عندك سواء كان MBR او GPT. فلو انت ما تعرفش النقطة دي. ولكمبيوتر مش شغال. فانت هتجرب وانت وحظك. يعني جرب يعملها MBR لو كملت معك عادي خلاص ما تكمل على MBR. لو عملتها MBR وظهر لك مثلا مشكلة فخليها على GPT. والعكس برضو. يعني انت جرب كده وشوف. وان شاء الله هتشتغل معك. انا بالنسبة لي MBR هسيبها على MBR. بعدين هنا تاني اعداد ده Secure Boot Support. هنا الاختيار ده لو انت مفعل خاصية Secure Boot عندك فيه الجهاز. فانت هتفعلها. لو انت مش مفعل Secure Boot عندك في الجهاز. فخلاص مش مهم انك تفعلها هتسيبها زي ما هي كده. تمام. بعد ما انت زبطت الاعدادين دولت. هتدوس هنا على Install. عشان تثبت البرنامج على الفلاشة. وهنا هتجي لك الرسالة دي وبيقول لك ان الفلاشة هتتفرمط. واي ملفات على الفلاشة هتتحزك. فانت طبعا تأكد ان الفلاشة ما فيهاش ملفات مهمة. بعدين دوس اوكي. تمام. هو بيثبت البرنامج. تمام كده هو خلاص سبت البرنامج على الفلاشة. دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نجي بنسخة الويندوز. ننسخها على الفلاشة. هتدوس هنا على علامة النسخ دي. بعدين هتدوس على الزائد دي. بعدين تختار نسخة الويندوز اللي في الجهاز عندك. ويبدأ دلوقتي انه هو يعمل النسخة للايزو بتاع الويندوز في الفلاشة. فانت سيبه براحته لحد ما يخلص. تمام كده هو خلاص عمل نسخة الويندوز على الفلاشة. واقدر دلوقتي افك الفلاشة. واركبها فيه الكمبيوتر. وسبت الويندوز من غير اي مشكلة. دلوقتي هنجرب ان احنا نعمل اقلاع للفلاشة. دلوقتي انا اوصلها هو في الجهاز. تمام ووصلتها. هفتح الجهاز اهو. وهو بيبتدي يفتح هدوس على الزرار اللي بيجيب قائمة البوت. مش تمامة هو القائمة. هنزل على هنزل على يو اس بي اتش دي دي. بيحمل هو البرنامج. تمام. دلوقتي جاب لهو جهة البرنامج فنتوي. وهنا طبعا تظهر لي نسخة الويندوز اللي انا نسختها على الفلاشة. هدوس على انتر. اه خلينا على بوت ان نورمان مود. ندوس على اي زرار. تمام كده ودخلني على سطب الويندوز. واقدر دلوقتي ان انا ابدأ اسبت الويندوز من غير اي مشكلة. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو ويعرفنا مع بعض ازاي ان احنا نحرق نسخة الويندوز. باستخدام الموبايل من الالف الى الياء. لو اي حد عنده سؤال يكتبه تحت فيه التعليقات وان شاء الله هرد علي فارة وقت. السلام عليكم.